موسيقى السلام عليكم أعزائنا طلاب الصف الخامس العلمي ودرس جديد من دروس الفيزياء من فضائية العراق التربوية نرحب بكم أفضل ترسل اليوم راح نكمل حل مسائل الفصل الثالث بعد ما تعرفنا عن حل أسئلة الفصل الكلامية من اختيارات أو أسئلة تعليلات اليوم راح نكمل مسائل الفصل مسائل الفصل الثالث عزيز الطالب تعتمد بالدرجة الأساسية على تمثيل الجسم بمخطط حر لمعرفة ما مطلوب من عندك بالسؤال الاختيارات اللي تقدر تأخذ أنه هنا عندك الاختيار اللي تختاره ممكن أن يكون اختيار بمسألة ممكن أن يكون اختيار حسب قوانين الفصل الثالث إذا كان قوانين نوت من الثلاثة أو قانون الجد بالعام أو إلى آخره من الكلاميات اللي موجودة بالفصل ترسل اليوم راح نتعرف على المسائل حتى نشوف المسائل تعالوا يا أيا ونشوف المسائل اللي عندك هنا السؤال الأول أو من مسائل الفصل سؤال الأول السؤال الأول يبين الشكل المجاور ألاحظ أنه أنا عندي هذا الشكل المجاور يبين أنه الشكل المجاور كتلتين الكتلة الأولى M1 والكتلة الثانية M2 هذان الكتلتين متلاسقين مع بعضهم في حالة تماث وضعان على جسد سطح أفقي أملس بني قولي سطح أفقي أملس عزيز الطالب أنه هنا راح أهمل الاحتكاك اللي موجود ما بين الأجسام والسطح الجسم الأول يمتلك قتلة 4 كيلوغرام والجسم الثاني يمتلك كتلة 2 كيلوغرام فإذا أثرت قوة أفقية هاي القوة F اللي مقدارها 12 نيوتن تدفع الكتلة الأولى من خلال هاي الجسم أو الجسم الأول أثرنا عليه بقوة رمزها F مقدارها 12 نيوتن دفعت الجسم الأول ذو الكتلة M1 كما في الشكل جد مقدار التعجيل التعجيل يا تعجيل تعجيل المجموعة كلها أنه آن هنا الجسمين راح يصبح تعجيل كامل للنظام نظام مكون من كتلتين متلاستين أو متماستين ومدفوعتين مدفوعتين بقوة مقدارها F حتى أجئ هنا على الحل عزيزي الطالب تعال أشوف أنه هنا شلون أشتغل على الحل الحل أنه لازم أكمل بمخطط الجسم الحر مخطط الجسم الحر اللي عندي عندي آني هنا هذا السطح خلو نشوف السطح بشكل أدق هذا السطح للجسم الأول الجسم الأول اللي كتلته M1 راح نحدده بهذا الشكل لأمامك عندي نقطة مركز التقل راح تكون أول قوة مؤثرة على الجسم هي قوة الوزن اللي هي عبارة عن MG وإذا آني هنا القوة اللي مدفوعة راح يصبح الجسم بقوة F هاي القوة الـF إنه هي تمثلي 12 نيوتن تمام؟ هاي الـ12 نيوتن راح تأثر على الجسم إذا أريد آني هنا راح أشوف النظام الأول والثاني فآني يحتاج أن أرسم معها مخطط أو الجسم ذو الكتلة الثانية إذا الكتلة الثانية اللي هي M2 M2 هذا إلى وزن إلى الأسفل حاصل ضرب الكتلة الثانية في التعجيل الثاني وذاك كان عندي حاصل ضرب الكتلة الأولى في التعجيل أي وزن الجسم لا تنسى عزيزي الطالب أنه لكل فعل رد فعل مساوي له بالمقدار ومعاكس بالاتجاه هذا يمثل لي قوة رد الفعل العمودية وهذه بالنسبة للجسم الثاني قوة رد الفعل العمودية على السطح من الجسم الثاني ألاحظ أنه أنا هنا أصبح عندي نظام كامل والجسم في حالة حركة إذا أنا عندي الجسم في حالة حركة يعني سوف يمتلك تعجيل يمتلك تعجيل خطي مقدار أي أو رمز أي أريد مقداره أحسب مقداره فإذا أريد أحسب هذا النظام لازم أطبق قانون نيوتن الثاني اللي هي محصلة القوة على النظام هي حاصل ضرب الكتلة في التعجيل التعجيل اللي عندي هو اللي يريده تعجيلي اللي هو تعجيل حركة A لكن أشوف أنه أنا هنا الكتلة اللي راح تتمثل راح تتمثل بكتلتين الكتلة الأولى اللي هي M1 زائدًا الكتلة الثانية اللي هي M2 فإذن يصبح النظام أو القانون يصبح بالشكل التالي قانون نيوتن M1 زائدًا M2 مضروبة في التعجيل إذن أنا إجداء أبحث أبحث على قيمة التعجيل أي أو مقدار التعجيل أي من تطبيق قانون نيوتن الثاني القوة المؤثرة الوحيدة اللي هي عندي هي قوة الدفع اللي هي مقدارها 12 نيوتن فبالتالي أنا هنا محصلة القوة راح تقول هنا عندك 12 تساوي M1 زائد M2 الأمون منطق إياها بالسؤال مقدارها 4 كيلوغرام زائد الكتلة الثانية مقدارها 2 كيلوغرام إذن صار عندي التعجيل هو الوحيد المجهول التعجيل أقدر هنا نكمل السؤال A راح يساوي يساوي الـ 12 على 2 زائد 4 6 راح يصير عندي هنا التعجيل هو 2 متر على الثانية تربية إذن أنا من خلال مخطط الجسم الحر عزيز الطالب عرفت أن أجمع أو أوجد تعجيل الحركة اللي ديتحرك به النظام المكون من الجسمين الموضوعان على سطح أفقي أملس أي مهمل الاحتكار هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني أدنى السؤال الثاني يقول يقول أنه أنا عندي هنانا يصير السؤال عفوا السؤال الثاني يقول جسم كتلت أربعة كيلوغرام هذا الشكل والنظام الثاني حتى نكمله ونشوفه نشوفه جزئين راح أجي أشوف أنه أنا هنا جسم كتلت أربعة كيلوغرام موضوع موضوع على سطح أفقي خشن هنا صار عندي خشن السطح خشن عندي فبالتالي أنا هنا راح أحسب عندي هنا قوة احتكاك ويتصل بالطرف الآخر أنه أنا هنا من عندي طرف آخر كتلة ثانية مقدارها أم ثنية بكتلة عشرة كيلوغرام موضوع شاقوليا كما مبين في هذا الشكل يقول هنا نحسب معامل الاحتكاك بين الجسم الأول والسطح الأفقي حينما يتحرك أو تتحرك المجموعة من السكون بتعجيل مقدارة ستة متر الثانية تربيع إذن أنا هنا عندي النظام في حالة حركة الحركة صارت أنه هذا عشر كيلوغرام صارت الحركة بهذا الاتجاه الأي هنا والأي هنا لكن من أجي أنا النظام كل يتحرك بحركة واحدة بتعجيل واحد اللي هو مقدارة ستة متر على الثانية تربيع الشيء راح يجي أشتغل على هذا السؤال تعال هنا بالمخطط الحر اللي عندنا موضوع من الشكل المجاور من الشكل المجاور أنه أنا هنا شوف الجسم الأول للكتلة M1 خططنا مخطط حر إليه اللي هو M1 إلى وزن M1G وإلى قوة رد الفعل N قوة رد الفعل العمودية لكن هنا القوة اللي سحبة الجسم الأول هي قوة الشد مين جدت قوة الشد؟ جدت قوة الشد من الجسم الثاني الجسم الثاني اللي يمتلك وزن اللي هي كتلته نعم مثنين تساوي عشر كيلوغرام أضربه في التعجيل الأرضي راح تساوي التعجيل لكن أنا لاحظ أنه هنا عزيز الطالب أنه اتجاه الحركة راح يكون الشكل بالشكل التالي فمن أجي هنا أحسب على المركبة الأفقية للجسم الأول راح أجي هنا أجي أشوف أنه القوة الشد تكون بإشارة موجبة والسطح كان خشن يمتلك قوة احتكاك والاحتكاك هنا راح يكون انزلاقي أو حركي راح أشوف أنه هو بالاتجاه السالب فتكون المحصلة سموينشين F تساوي أيضاً M A الأم أي هنا الأم راح يحتي لي على كتلة رقم واحد أي الحركة على الجسم الأول وبعدياً راح أطبق أنه أنا أوجد من الشد من الجسم الثاني حتى أجي أجي أقول أنه هنا عندي الشد ناقص قوة الاحتكاك يساوي M 1 A وبالتالي أنا أعرف أنه قوة الاحتكاك هي تساوي معامل الاحتكاك الانزلاقي مضروبة في القوة رد الفعل أو قوة رد الفعل السطح العمودية فإذن أنا هنا الميو كي هو اللي يسأني عليه طبقت نزلت ال M 1 هنا راح أجي أقول T يساق ناقص M K في M 1 G مين جبتها ال M 1 G عزيزي الطالب أنه هي مساوية إلى قوة رد الفعل فإذن أنا هنا راح أقول M 1 G تساوي M 1 A أقول القيم اللي عندي T مجهول و M K مجهول راح أشوف الأربعة عندي والعشرة عندي والأربعة هاي الأربعة تمثل كتلة الجسم في التعجيل الأرضي وأربعة كتلة الجسم في التعجيل الخطي صار عندي مجهولين في السؤال فصار عندي معادلة أمطيها معادلة رقم واحد تعالي نشوف أنه أنا هنا بمعادلة رقم واحد راح أجي أشوف أقدر أوجد T من معادلة رقم اثنيا نعم أجي راح أشوف هنا من الجسم الثاني الجسم الثاني اللي كان بهذا الشكل يمتلك تعجيل أرضي أو قوة وزن ثاني في التعجيل معادلة إلى من؟ إلى الوزن فإذا عوضت أمتو جي باتجاه الحركة أي تمتلك الأمتو جي هنا إشارة موجبة مو دائما إحنا نعرف التعجيل الأرضي باتجاه الأسفل يعوض سالب هنا كودا باتجاه الحركة راح تعوض قوة الوزن باتجاه الحركة بالاتجاه الموجبة فإذا أوض لي في معادلة رقم اثنيا أوض لي أنه أمتو جي ناقص T الت هو عكس اتجاه الحركة فتكون إشارة سالبة أوض العشرة كتلة الجسم في التعجيل الأرضي اعتبر عشرة ناقص T تساوي كتلة الجسم عشرة في التعجيل الخطي ستة إذا وجدنا T من عدها طلع أربعين نيوتن نقدر نعوض في المعادلة رقم واحد حتى نجد معامل الاحتكاك الانزلاقي من يساوي 16 على أربعين ويقدر يساوي بونت أربعة شوف هنا عزيز الطالب أنه من عوض لي الشد أربعين نيوتن وجد لي من نظام واحد وأنه أنا الحبل اللي عندي أو الخيط اللي عندي راح يكون بنفس الشد في موضع الجسمين موضع الجسم العمودي وموضع الجسم الأفقي فبالتالي أنا وجدت الشد من هذه النقطة كودا أنه الشد يساوي قوة الوزن بالنسبة للجسم الثاني وشفت الشد أنه هو نفسه اللي يسحب جسم ذو الكتلة الأولى بتعجيل حركي ووجدنا معامل الاحتكاك الحركي في نهاية هذا السؤال عزيز الطالب نقدر نكمل في دروس قادمة إن شاء الله تابعونا من خلال دروسكم عزان الطلاب من خلال فضائية العراق التربوي شكرا لكم ولإزراءكم ترجمة نانسي قنقر